موسيقى أهلا أعزائي أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامج ليكن نور واحدة من أعجب الكلمات التي تفوه فيها الرب يسوع قال أنا هو طبعا كلمة أنا هو يمكن بسيطة نوعا ما لكن مصحوبة في جلال مصحوبة في قوة مصحوبة في السيادي مصحوبة في سلطان مش كل واحد يستطيع أن يقول أنا هو في هذه الحلقة سنتظر على بعض أقوال المسيح المأثورة عندما قال أنا هو فماذا يقصد هل في مصداقية وراء كلمات المسيح لو أردنا أن يكون في محاسبة لأي شيء أي شخص بيتكلم أي شيء هل فعل مقال أو متكلم أنا بدعوكم أن تشاهدوا هذه الحلقة معي وأنا متأكد رح تكون سبب بركة لحياتك لأنه عم ننظر في هوية يسوع المسيح في شخصية يسوع المسيح اللي بتعبر عن كيانه بتعبر أيضا عن جلاله ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا أعزائي برحب فيكم مرة تانية حديثنا في هذه الحلقة أنا هو وضيف الحلقة لأول مرة دكتور باسم أندريا دكتور باسم هو من مصر خادم للإنجيل خادم متجول وبيخدم في معظم أنحاء العالم ولسيما بين العرب شرف وامتياز كبير أنك تكون معنا أخ باسم تشرف لي أنا يا خادم الرب بفرحان خالص أكون معك في هذا البرنامج اللي أنا بشوف التأثيرات بتاعته في كل أنحاء العالم شكرا كتير والرب يباركك ولأول مرة في معاي ضيف مش لابس بدلة وأنا مش عارف مين اللي اخترع موضوع البدلة فأنا حازدك على هذا الموضوع على كل حال يمكن أريح هيك ومن لبس البدلة والجرافة لكن الرب يباركك ويستخدمك يعني شهادتك وخدمتك معروفة في كل مكان أخ باسم حديثنا اليوم أنا هو وطبعا أكيد أنت خادم للإنجيل الموضوع موجود في إنجيل يحنى كده مرة لما بتسمع كلمة أنا هو كخادم للإنجيل شو اللي بيدور في ذهنك بيدور في ذهنك أن شخص الرب بيتكلم هذه الكلمات وله سلطان بيقولها بسلطان لأنه مش أي شخص يستطيع أن يقول أنا هو فكلمة أنا هو وكلمة أنا هو كمان معناها أنا يهوى أنا الله فلما قال الرب كده في إنجيل حنى مرات كثيرة بيقولها كمن له سلطان وطبعا يعني داما يسوع بالذات في إنجيل يحنى بيتكلم يعني في بسموها هبرايزمس العبرانيات لكن بصيغها بفكر يوناني حتى يظهر أنه الفكر الموجود في العهد القديم اللي كان محصور في شعب طبعا إسرائيل أو اليهود هو أصبح فكر عالمي لأنه رسالة المسيح لكل العالم عدة مرات في إنجيل يحنى قال يسوع أنا هو فإزاي يعني كيف ممكن نفهم أنا هو والأقوال المأثورة حتى نسهلها علي أنا أولا وبعدين على الإخوة المشاهدين أنا حابب أقول فكرة في البداية إنه في سفر الخروج أصحاح 16 لما الشعب تزمر عشان مفيش خبز وموسى صلى للرب راح ربنا نزل المن المن ده زي القشور اللونها أبيض ناصع البيض فلما بني إسرائيل شافوا هذا المن المفروض المن ده حاجة مادية المفروض يسأله ويقوله ما هذا مش كده برضو يعني أنت شفت حاجة نزل على الأرض شو هذا مفروض يقوله يعني وزس ما هذا لكن الغريب جدا إنه هما سألوا وقالوا ما هو طب ده من طب ده مادة ده ماتيريال ليه بتسألوا وتقولوا ما هو من هو وموسى رد قال هو المن فهما بيسألوا من هو مش ما هذا ويرد الرب في إنجيل يوحنة يقول أنا هو يعني السؤال في خروج 16 والإجابة في إنجيل يوحنة وده بيورينا عظمة كلمة الرب الرب في إنجيل يوحنة قال أنا هو مرات عديدة لكن في سبعة منهم قال أنا هو وأضاف لكلمة أنا هو شيء مادي له معنى روحي أنا عشان أسهلهم على الناس عملتهم زي رقم تليفون حلو رقم التليفون النهاردة بيقول 6-8-10-10 6-8-10-10 11-14-15 6-8-10-10-11-14-15 إيه رقم التليفون ده؟ ده بيدينا أرقام الأصحاحات اللي الرب يسوه قال فيها أنا هو 6-8-10-10 11-14-15 حلو وفعلا بتتسهل كتير خلينا نبتدي برقم 6 اللي هو إنجيل يوحنة الأصحاح السادس لما تذكرت عن المن في العهد القديم طبعا كان في صراع كبير بين اليهود وبين المسيح لكن المسيح قال هذه العبارة بعد مصنع معجزة كبيرة أشبع الآلاف من خمسة أرغفة وسمكتين حقيقة وبعدين لاتر اون لما راح على مجمع الكفر نحوم أعلم وقال أنا هو خبز الحياة تاني يوم هو أول كان عمل معجزة إجباع الجموع بخمس خبزات وسمكتين أشبع خمسة آلاف من الشخص خمسة آلاف الرجل معدى النساء والأطفال فاجم تاني يوم أنتوا عايزين إيه؟ قالوا عايزين خبز عايزين سمك قال لهم في خبز تاني أهم من الخبز الأرضي يحنى 6 آية 35 أنا هو خبز الحياة من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن به فلا يعطش أبداً وهنا بشوف المسيح له المجد هو المصدر الوحيد للشبع والاكتفاء أكيد وطبعاً لما الرب يسوع يعني هو رداً على اليهود مقارنة بالمن في العهد القديم فقال لهم أبي الذي يعطيكم المن بعدين يتكلم عن الخبز النازل من السماء الواهب حياة للعالم وقال لهم أباءكم أكلوا المن في البرية وماتوا أكلوا الشيء الرمزي وماتوا لكن أنا هو خبز الله النازل من السماء الواهب حياة للعالم الناس في العالم كثيراً بيبحثوا عن الشبع بيبحثوا عن الاكتفاء وقال الحكيم سليمان العين لا تشبع من النظر الأذن لا تمتلأ من السماء كل الأنهار تجري إلى البحر والبحر ليس بملآن قلب الإنسان لو كل أنهار الدنيا صبت داخله استحاله يشعر بشبع واستحاله يشعر باكتفاء الشيء الجميل في أقوال المسيح عدا أنه يعني الموضوع لهوتي بحت عن طبعاً بكلمة أنا هو أهيا الذي أهيا في العهد القديم لكن المسيح ما تكلمش بشكل عشوائي أخ باسم المسيح في كل شيء تكلم فيه فعله لما قال أنا هو خبز الحياة أشبع الألاف لما قال أنا هو نور العالم فتح عيون العمي لما قال أنا هو القيامة أقام الموت فاللي عاوز أقوله يعني مش مجرد كلمات يعني الإنجيل تبعنا مش مجرد كلمات بل يعني آيات وقوات وعجائب بالروح القدس بيتكلم أنه مؤيد تأييد إلهي كلامك يعني 100% مزبوط أي واحد يستطيع أن يقول لكن مين يستطيع أن يثبت يعني هو قبل ما يقول أنا هو خبز الحياة كان قابليها بخمس خبزات وسمكتين أشبع خمسة ألاف نفس أستطيع أن أقول يا خدم الرب لا الخطية وأتجاصر وأقول ولا عطايا الرب شايف دي لا الخطية ولا عطايا الرب الصالحة الأرضية تستطيع أن تشبع القلب النهاردة ثقف المطالب بيعلن مزبوط يعني وعلى أرض الواقع بتشوف روح تقابل مع واحد مليونير قل له إيه أخبارك هل يعني أنت ساتسفى يعني أنت عندك نوع من الاكتفاء هيقولك لا عشان كده بوليس قال لي تمساوس إيه قال له أما التقوى مع القناعة فهي تجارة تجارة حظيمة لما أخذ المسيح لما أشبع بالمسيح خبزه الحياة ساعتها حتى لو عندي حاجات محتاجها أنا مش هشعر باحتياج لكن هشعر بالاكتفاء أنا هو خبزه الحياة الرقم الثاني في الهاتف اللي هو رقم تمانية ستة ستة تمانية عشرة عشرة حداشرة أربعتاشر خمستاشر فخلينا نخد الرقم الثاني اللي هو تمانية طبعا إنجيل يوحن الإصحاح الثامن وبتهيأ لموقع الآية يعني كتير كتير جميل بيبتدي في الإصحاح الثامن بعالج مشكلة في الهيكل أحضر وإمرأة أمسكت في ذات الفعل والرب فعلا أثبت يعني عدم نزاهة الفرسيين رياءهم المبرقع وبنفس الوقت أعطاها فرصة لهذه المرأة وبعدها الجدل مع اليهود وعن الحرية وعن إبراهيم قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن وعلى طول في إصحاح تسعة نشوف معجزة اللي هي عيني المولود أعمى المولود أعمى فضل الله في إنجيل يحن أصحاح 8 آية 12 أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة زي ما حضرتك أشرت إيه المناسبة؟ كان قبلها غفر لإمرأة أمسكت في ذات الفعل أين أولئك المشتكون عليك؟ أمدانك أحد؟ لا أحد يا سيد ولا أنا أدينك بس إذهبي ولا تخطيئي أيضا ولألا يتبادر لأي شخص لزهن أي شخص أن الرب موافق على هذا الفعل المشين قال الرب أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلم أحب أشجع كل واحد يشوفنا النهاردة مهما كانت خطيئك مهما كانت شرورك مهما كانت آثامك مهما كان ماضيك مهما كان زناك يستطيع المسيح أن يغفر خطيئك ويقولك النهاردة عبارة حلوة ولا أنا أدينك ولا أنا أدينك لكن مش معنى كده أنه موافق لا ده أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة المسيح المصدر الوحيد للشبع والاكتفاء يحنى 6 المسيح المصدر الوحيد للنور يحنى 8 لكن الجديد بالذكر أن الرب في الموعزة على الجبل الحاجة الثانية قال أنتم نور العالم وهنا نسأل أو المشاهد يسأل هو في مصدرين للنور الرب يسوع وإحنا ما أنت قلت أن الرب يسوع هو المصدر الوحيد للنور نعم المصدر الوحيد للنور طب إزاي يقول المسيح أنتم نور العالم في الحقيقة معروف أن نحن بنعكس نور بنستمد النور بنستمد النور منه بنعكس نور المسيح تماما مثل الشمس والقمر القمر الناس لم يكن حزبينه جسمه مضيء لكن لما العلماء بتوع الفلك والناس بتوع الفضاء ذهبوا للقمر لقيوا جسمه مظلم لكن ماذا يفعل القمر يعكس نور الشمس فإحنا كمؤمنين مفروض نعكس نور المسيح إلا إذا حصلت حاجة اسمها خسوف القمر ما هو خسوف القمر؟ حينما تقع الأرض يا أخي نظار ده حاجة علمية يعني حينما تقع الأرض بين الشمس والقمر ينطفئ القمر شايف وحينما يقع العالم والأرض وأمور الأرض بيني أنا وبين المسيح أنا ما أقدرش أعكس نور المسيح أنا هو نور العالم أنتم نور العالم وأول جملة ذكرها الله وقال الله ليكن نور فكان نور ف يعني حتى في رسالة أو في إنجيل يحنى منشوف أنه المغزى النور بيتكرر عدة مرات سواء من الإصحاح الأول بيتكلم عنه أنه النور الحقيقي صحيح وبيتكلم عن قديمس وبعدين بالأخير بقول وهذه يدينونا أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت تأشريرها وفي يوحنى واحد كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم بس أنا حاسس بدافع أني أني أركز على حتة أني إحنا كما نور العالم وصل من قلبي أن العالم ميدخلش بيننا ما بين المسيح الرب قال أربع مرات لا يدعونا سراجا مرة قال لا يدعونا سراجا ويدعونا تحت المكيال مرة تانية قال لا يدعونا سراجا ويدعونا تحت السرير نمرة ثلاثة قال لا يدعونا سراجا ويدعونا تحت الآنية والربعة قال لا يدعونا سراجا ويدعونا في خفية دول أربع مواقف أو أربع أشياء تخلي النور اللي فينا ميظهر بسرعة عشر وقت البرنامج المكيال هو المعاملات المادية مكيال تروح السوق زمان تعمل إيه تشتري بالمكيال الراجل كويس في الكنيس يصلي صلايا يعني تقول إيه ده تروح تشتري منه تتعامل معاه مديا تلاقي المكيال بتاعه مش مظبوط مش مظبوط السرير هو النوم والكسل الأنية هو أنا اللي يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بكرامة كمساوس التاني أصحاها اتنين انطهر أحد نفسه من هذه يكونوا إناء فأنا وإنت إناء لو جسدي وميولي وشهواتي وغرائزي أطلقت لها العنان ما يعودش النور اللي فيها يظهر الحاجة الرابعة اللي تخلي النور اللي فيها ما يظهرش ألا يضوؤون سراجا ويضعونه في خفية ما هي الخفية هي الخوف عشان كده يوحن 19 آية 19 في 2 يوحن 19 آية 38 يوسف الذي من الرامة تلميذ خفية رحت مرة أزوره في البزنس بتاعه قلت له قال أنت تلميذ يسوع قال لي بس قلت صوتك مين قال لك قلت له قال لي نقود موس قال ما قلت له ما يقولش لحد ورح لك واخدني في المكتب من جوة طبعا ما تخيل واخدني في المكتب جوة قال لي بص أنا ونقود موس تلميذ بس في السر طوله ليه يعني قال ما الزباية بتوعي يهود لو أعلنت البزنس بتاعي هيقع طبعا ياما ناس سبب الخوف سبب اليهود طيب رح نكمل حديثنا في الرقم 10 لكن بحب أعطي فرصة للمشاهد هذه الأقوال على فكرة حلو أنك تدرسها في إنجيل يحنى تقرأها وحتى كمان تحفظها لأنه رح تكون سبب بركة لحياتك رح أواصل حديثي بعد شوي مع الأخ باسم لكن ابقوا معي بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا أعزائي قال يسوع أنا هو وسمعنا الحديث من الأخ باسم ابتدأ في قوله من إنجيل يحنى الإصحاح السادس أنا هو خبز الحياة وبعدين ننتقل للإصحاح الثامن عندما قال يسوع أنا هو نور العالم ورح ننتقل طبعا لعشرة عشرة شو المقصود من عشرة عشرة احنا قلنا رقم تليفون بيقول ستة تمانية عشرة عشرة حداشر أربعتاشر خمستاشر سكس ايت تن تن إليفن فورتين ففتين حلو لي قلنا عشرة عشرة ببساطة عشان الرب يسوع في إنجيل يحنى أصحاح عشرة قال مرتين أنا هو قال في آية تسعة وقال في آية حداشر طيب تسعة زائد حداشر يساوي عشرين على اتنين عشان ربق المرتين يدي لك رقم الأصحاح سهلا دي حلو يبقى تسعة زائد حداشر على اتنين يطلع رقم الأصحاح يحنى عشرة يحنى عشرة آية تسعة قال المسيح أنا هو الباب وطبعا جديد بالذكر أنه بالألف واللام بالتعريف لو قال أنا هو باب يبقى هو باب وغيره باب لكن هنا الأنا هو الباب إن دخل بأحد فيخلص إنه المصدر الوحيد للخلاص يا من تريد أن تدخل إلى نعمة الخلاص ادخل من خلال المسيح اعتبر المسيح ده هو الباب وبعدين جوا كده لما تدخل من خلاله ادخل من جنبه المطعون ادخل من خلال المسيح أول شيء تنال الخلاص بطرس قال في سفر الأعمال قال ليس بأحد غيره الخلاص الخلاص لأنه ليس اسم آخر شايف حلقة مطلقة ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي النخلص قال الملاك ليوسف النجار خطيب القديسة العزراء مريم اللي احنا بنحبها ونقدرها وكلماتها غالية جدا علينا ويا ما أردت لنا النصايح قال له تدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم إنه المخلص الوحيد أمين وبعدين القول الثاني في نفس الإصحاح لأنه ذكرت فيه اتنين عشر عشر نعم مثل حابب أقول إنه تخيل معايا لو فيه أكثر من مخلص كان يبقى شيء كويس ولا شيء مش كويس لا هيبقى شيء مش كويس ليه النس حتحطار النهاردة في مجال الطب بيبقى فيه تخصص واحد وأطباء كسرين أنا حصل معايا اختبار أنا اتولدت وعشت وكبرت وتفرقت الخدمة بصوت ضعيف جدا والصوت مبحوح جدا ورب فرغني للخدمة بهذا الصوت وبعدين هذا الصوت الضعيف جدا المبحوح جدا وناس كتير بتعرف الكلام ده كمان راح فقد فبقيت خادم بلا صوت بلا صوت خادم بلا صوت فكنت ساكن في صعيد مصر نزلت القاهرة واخترت دكتور رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة أستاذ دكتور كشف علي وقال آه في لحمية على الأحبال الصوتية بص يا دكتور دي احنا بنعملها بالليزر أوعى حد يقول لك جراحة وبعدين رحت أكشف عنده واحد تاني برضو رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة في كلية الطب حط المنظر وقال آه لحمية على الأحبال الصوتية بص يا دكتور دي تتعمل جراحة أوعى حد يقول لك بالليزر قول لي بقى أنا أعمل إيه ده رئيس قسم الأنف والأذن وده رئيس قسم الأنف والأذن وطبعا البشادون حاليا سابوا المعنى الروحي إن الرب يصحوا الباب ويقول لك طب أنت عملتها ليزر ولا جراحة طب أنا مش هقول لهم أنا صار عنده حب الاستطلاع هقول لك بقى يعني الفكرة إنه ده لي وجه النظر وده لي وجه النظر وأنا اللي أقع في حيرة لكن نشكر الرب بس أنت طبيب هي طبيب طب ما ده لي وجه النظر واللي يعني ما يؤيد فكرته على أقل يعني ما عندكش الاستنارة تعرف مين ما الاثنين مفروض الاثنين صح بس المح بيقول لك أوعى تعملها جراحة والتاني بيقول لك أوعى تعملها ليزر أنت النتيجة وأنا دكتور كنت دكتور جراح قبل ما ترقى وبأخاتم للإنجيل شوف أنت بتقول لك دكتور يعني دكتور وحتارت علشان فيه أكثر من دكتور في نفس التقصص علشان الناس ما يحتروش أنا بعدين عملتها الجراحة والرب اداني صوت جديد صوت فقد لمدة 37 سنة الرب اداني هدية اداني هذا الصوت يعني قبل كده ما كانش صوت كده على إطلاق مجد للرب فأنا هو الباب اندخل أنا هو الباب المسيح هو المخلص الوحيد يبقى يحنى عشرة آية تسعة بعدين يحنى عشرة آية حداشر ما احنا قلنا تسعة ساعد حداشر يسوي عشرين على تنين عشان المرتين يدي لك رقم الأصحاح والتلفون بيقول ايه ستة تمانية عشرة عشرة حداشر أربعتاشر خمستاشر أنا هو الراعي الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف إنه المصدر الوحيد للبذل والعطاء من مسيح بدماهه علم الدنيا العظم أمين أمين وأنا بشجع كل المشاهد وانت بتسمع هذه الكلمات هي كلمات على فكرة موجهة لكل شخص بشاهدنا حتى فعلا اليوم يكون قرار في حياتك قرار للخلاص طالما في شخص بذل أعطى حياته من أجلك ومن أجلي كما قال عنه يحنى المعمدان هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم لكن المسيح قال أنا هو الراعي الصالح أحب الكلمات والراعي الصالح يبذل يبذل نفسه عن الخراف أنا مرة عملت مقارنة بين كل رعاة العالم اللي بيرع الخراف وبين هذا الراعي الصالح رحت عملت لقاء مع خروف فأقول له إيه أخبار الراعي بتاعك قال لي الراعي بتاعي مية مية بيأكلني أحسن أكل ويشربني مية يعني وياخد لما أعطش يشربني ويدافع علي وبعدين يدخلني الحظيرة ويدفيني يا راجل ده مرة حصل لي مرض خدني للدكتور البيطري وعلجني يعني أنت فرحان بالراعي بتاعك قال جدا 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 ما فيش زبان ثلاثة وروحت أعمل معه لقاء تاني نكمل حلقة لقيت الراعي ربطه بحبل فرقبته وجره على حتة اسمها السلخانة حتة مكان هيزبح فيه الخروف قلت له نكمل الكلام إيه أخبار الراعي بتاعك الراعي ده راعي ده تريه بيأكلني ويشربني ويعالجني وا 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 عشان بعدين يذبحني يستفيد منه آه وبعدين رحت سألت الراعي وطوله انت بتعمل كده ليه لماذا تذبح الخروف قال لي عشان أعيش بذبح الخروف ده أكل عيش عشان أعيش بعدين رحت سألت المسيح وطوله وانت قال لي أنا بأذبح أو أنا زبحت على الصليب عشان انت تعيش كل راعي يذبح الخروف لكي يعيش إلا المسيح ذبح عشان الخروف يعيش مجروح من أجل معاصينا مصحوق من أجل أسمي كشات تصاق إلى الزبح يا رب انت خروف ولا انت راعي هل أنا راعي لكن لما بزلت نفسي من أجلي ومن أجلك عشان تعيش أنا كنت كشات تصاق إلى الزبح وكان نعجل صامتة أمام جزيها لم يفتفى رح نواصل حديثنا أخ باسم بس في البداية خلينا أخذ مكالمة من أخ من السعود أهلا أخ محمد من السعودية أهلا وسهل أهلا وسهل محمد أهلا وسهلا فيك في برنامج ليكن نور تفضل أهلا وسهلا أهلا وسهلا رب يبارككم ويبارك خدمتكم ويباركك أخوي الغالي ويباركك حبيبي تفضل وأتمنى أن السلام المسيحي يعم على الجميع والكل يعيشون في سلام هذا الذي جاء وهو رئيس السلام ليعرف الجميع أنه هو المحبة الحقيقية أمين أمين شكرا أخوتي أخوتي الغالي ليتسع صدرك قليلا أنا عندي مداخلة بخصوص طبعا التورا والإنجيل شيء عظيم وإله إبراهيم أسحاق ويعقوب الذي أعلن عن نفسه لموسى آهيا أشير آهيا والاسم اللي هو الاسم اللي أخذوا يهوى يعني كان يود هي فاض هي هو الاسم العظيم اللي أعلنوا ويريد أنه شعبه ينطق في للجميع لكن مدخل في مسيحنا الذي هو الكلمة الأزل المتجسد أنه أولا أنه ما في شيء اسمه عهد قديم هو التوراة ليست عهد قديم كلمة الرب ليست قديم بل هي كلمة حية والمسيح قال الرب يسوع المسيح له كل المجد لم أأتي لأدمر أو لأزيل التوراة والأنبياء بل لأبرها فولفلت لأكمل يعني ليس لأنها ناقصة الذي أنا أريد أن أقول أنه أنه الرب يسوع المسيح جاء لنطيع هذه الوصاية وأعلنها نعم هو الطريق والحق والحياة وهو الخلص بلا شك ونؤمن بذلك وأنه هو الذي الذي يبرأ وأقام وهو الخلص والذي يجع يحكم السماوات الأرض لكن بخصوص هذه المداخلة أنا شعرت أنه للأمانة أنا أريد فعلا أني أوصل هذا الكلام أنه كلمة قديم أدخلت بالأسف بتورتليانوس ما كانت موجودة أنا أقول على كلمة الرب القديم حتى العهد الجديد وهو كتابة التوراة في قلوب شعبه وهو في صفر إرمية لم يقل عهد قديم أنه لاغي حتى صفر العبراني يتكلم على الكهنوت القديم ولا يتكلم حاشة وكلة عن ألغاء الوصايا وصايا صالحة وإلى الأبد والمسيح جاء ليس ليلغيها بل هو كان التوراة الحية في وسطنا لأنه قال إن كنتم تحبون أني تعملوا بوصاياتي وهذه الرسالة اللي أوصلها أنه المسيح وأنتم تعرفون طبعا أنتم أساتذة وأنا أتعلم منكم ولكن المسيح عظيم جدا هذا الذي مخزون فيه كله كنوز الحكمة والمعرفة طيب أخويا حمد أنا بشكرك كتير على هذه المداخلة بس للتوضيح لما منستخدم كلمة عهد إحنا منتكلم كلمة عهد في العبر بريت كارات بريت أي مطع عهدا الكلمة اليونانية داثيكي اللي هي عهد من طرف واحد الله يعني أمر بهذا العهد وفي رأس العهد اللي إحنا ندخل من خلال العهد طبعا قال يسوع هذا هو العهد الجديد بدمه فاتختم بدم المسيح أما فكرة العهد لما نقول العهد القديم هو طبعا بما أنت ذكرت في أرمية 31 آية 31 أنه الرب سيصنع عهد جديد ليس كالعهد اللي طبعا كسروا الأباء لكن هذا العهد من خلال شخص وهذا الشخص اللي هو رأس العهد وإحنا دخلنا هذا العهد من خلال يسوع المسيح داثيكي لأن كلمة عهد في اليوناني سونثيكي بتعني عهد بين طرفين لكن إحنا دخلنا هذا العهد لكن الاستخدام الأصح خلينا أقول اليهود بيستخدموا كلمة تناخ تورات نفييم كتوفيم اللي هي بنستخدمها كلمة التورة فهي يعني هاي الاستخدامات والعبارات لكن لشيء واحد أخوي حمد ربنا يبارك بس كمان لما ذكرت أنا هو هي الكلمة العبرية آهية الذي آهوى آهية من كلمة يود ظاف هيد بالعبر صاح يود ظاف بالظبط فاللي هي ايقو ايمي في اليوناني اللي هي تفسير لنفس الكلمة العبرية لكن الأخ باسم عم يتكلم أنه مع جلال وسلطان هذه الكلمة التي لا تطلق إلا على الله المسيح يعني استخدم هذه العبارة ليوصف حقائق مجيدة حقائق سلموية حقائق إلهية ربنا يباركك أخوي حمد شكرا كتير لألك ورب يباركك ويباركك حبيبي شكرا كتير لألك أي تعليق أخ باسم أحب أضيف أنه مش معنى عهد القديم يعني ملهوش فايدة لنا يعني من نراش فيه يعني من نتعلمش منه لا كل الكتاب هو موحى به من الله في رسالة مساوس كل الكتاب بالعهدين هو موحى به من الله ونافع مش حاجة قديمة يعني خلاص دي حاجة قديمة نتركها ولا نتعلم منها كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر لكي يكون إنسان الله كاملا مستعدا لكل عمل صالح ولو أنت كنت معنا من بداية البرنامج إحنا جبنا سيرة المن وقالوا من هو وجبنا الإجابة من إنجيل يوحنى الرب يسوع قال أنا هو فلا غنى إطلاقا على عن العهد القديم ولكن إن كنا بنشوف في العهد القديم بعض الرموز اللي تمت ندرسها ونقوله يا سلام شايف عظمة كلمة الله فيه خروف اسمه خروف الفصح زبح وفرسات كورونسوس يقول فصحنا المسيح قد زبح فنرى عظمة الوحي وعظمة كلمة الله يعني مش قديم يعني نتركه وخلاص مش هدوم قدمة نرميها لا نتعلم تعليم مباركة سبب باركة لحياتنا والمسيح طبعا أعطى تفسير وعمق روحي للكلمات ولسيم الشريعة في العهد القديم خليني أخد كمان مكالم عشان من المغرب أهلا وسهلا أخوي زكريا أنت معاي على الهواء تفضل أهلا بك تفضل أخوي يعني الموضوع الحقيقة عن أنا هو أنا هو يعني يتعلق بالنسيح يسوع النسيح في أفضل ومن المهم أن تعرف الحقيقة عن يسوع بجأن كيف يقول يعني حيات في أبدي أن يعني تمر في مين يعني أن أن في الحقيقة عن يجي أرسل ثويل يسوع النسيح يحنى 17 آية 6 وهذه يعني الحياة الزادي أن يستمر في مين يحنى آية 3 أخ زكريا أيو أن أن كان يجي أرسل ثويل يسوع في النسيح حيات بجي على أرض الزادي المعريف الحق أن يعرف الله ويجي تعني في يحنى الأسحاق 14 ويجي 6 وقال له يسوع أن الطريق الحق والحياة لي أحد لذات اليابي ويجي أصدر المثال يبر تفاين ذري ويجي نعيش ويجي أعجل الآخرين أحب بلحنا الأصحاب 14 من آية 34 آية 35 إني أعطيكم ورصية جيدة تحبوا بعدكم بعداً كما تحببتكم أنا تحبون أنتم صارغاً بعدكم بعداً وبهذا يعرض جميع أنكم تنميدي إن كان لكم حباً بعدكم ببعض لقد ناقشت الموضوع لتعاين حقها من الله أن الآن سنترون أول ما يعلموا في تحديد حقاً عن السرع النسيح النسيح النعوذي قبل أن يجدد السرع بوقت طويل أتباع مقدس من النسيح الذي يشتغل في الأوضاء أن النسيح والنسيح هما من الإجرالية يعني اليوم ينبسوا للشخص الموضوع بي يقوموا بسرعين في نوعية نام موضوع يتغلون مركز خصوصياً وفي فصل الله حق من هذا الموضوع أن نترى أيضاً كيف يساعد المسيح بشكل وفي تحديد السلام وعود الله تقول ناس أن نترى أخي زكريا عشان الصوت ليس واضح بس أنا أشكرك كثير على المداخل وأنت ذكرت عدة حقائق ومبتدئاً في يوحنى 17 آية 3 وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته وعلى طول في آية 4 وآية 5 بآية 5 يقول مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم فبتشوف هون طبعاً هوية كيان يسوع المسيح طبعاً هو مرسل من الله لكن هذا المرسل هو الله الظاهر في الجسد أنا بشكر رب من أجلك أخوي زكريا وكمان بشكر رب من أجل حمد سواء بالسعودية أو المغرب بشكر رب من أجل المؤمنين اللي بيجتمعوا واللي بيدرسوا كلمة الله الرب يبارككو والرب يحميكو وأنت دايماً في فكرنا ومحبتنا وصلواتنا يمكن اللهجة كانت صعبة شوي المغرب أنا عشان سكنت شوي في أوروبا ففهم شوي عن اللهجة مش كتير لكن هو بيتكلم عن هذه الأقوال العظيمة واضح أنه مؤمن بالرب يسوع المسيح وكمان ذكر واحدة من السبعة نعم ذكر في يوحنى 14 يعني هو ساعدنا وفكرنا بالآية بتاعت يوحنى 14 آية 6 حنوصلها بعد شوي حنوصلها طب إحنا دلوقتي خلينا نروح لـ 11 طب يعني 6 8 10 10 11 14 15 6 8 10 10 11 14 15 سهل الرقم دولة سهل سهل جدا طيب يوحنى 11 آية 25 قالت له اتأخرت علينا يا سيد لو كنت ها هنا لم يمت أخي قال لها المسيح أنا هو أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا إنه المصدر الوحيد للقيامة والحياة وزي ما حضرتك أشرت في البداية طب أي واحد يستطيع أن يدعي إنه القيامة والحياة لكن هو يعني طبق ذلك عمليا ولعاظر الميت اللي له أربعة أيام نادى عليه بسلطان لهوتو وقال له لعاظر هلما خارجا فخرج الميت إنه المصدر الوحيد للقيامة والحياة وأنا بقول عشان إحنا نستفيد تطبيق في حياتنا إحنا العملية لو حد من البيس معنا حاسس إنه ميت تقولي إزاي عايش وميت أما طبعا لك اسم أنك حي وأنت ميت والابن الضال لما رجع من القرى البعيدة أبو قال عنه مش ابني هذا كان ضعيف ولا كان فاتر ولا كان شوية وحش لا ابني هذا كان ما يتنفعش أخطر نوع يا خادم الربو حضرتنا طبعا تعرف مثلا أقول عشان المشاهد يعني يستفيد أخطر نوع من الموت وهو الموت الروحي الموت الروحي الانفصال عن الله الانفصال عن الله واحد يقول أنا لأنا ميت وش بعتموت يا سيد قاد أنت صدقني واحد الهالي بحصر اللفظ اللي أجب لك تقارير عن حياة الروحية في كلمة اللي أنا من الدن هو قال كده أنا ريحتي كريهة ولعاظر بالذات كل الناس في البلد عرفوا أنه ميت يعني الريحة فاحت في البلد وما فيش حد ما يعرفش أني لعاظر ميت لو النهاردة أنت ما شجعك أيها المشاهد ما شجعك لو أنت عامل زي لعاظر أنت أنت في قبر الخطي الرب يسوع بسلطان لهوته بينده عليك ويقول العاظر هلما خارجا يستطيع المسيح أن يعطي لك حياة جديدة مهما كان موتك مهما كانت عفنتك مهما كانت يبستك مهما كان ماضيك مهما كانت خطياك حتى لو أنت مشبه روحيا بالعاظر يفعل حجر قتله يا سيد بلاش فطايع يا سيد قد أنتن المسيح النهاردة بنصلي أنه يعطي حياة لناس أنتنوا في قبور خطاياهم وبسبب الوقت خلينا نأخذ نكمل على رقم الهاتف ستة تمانية عشرة عشرة حداشر أربعتاشر خمسطعش سيكس ايت تين تين إليفن فورتين ففتين فورتين نشكر رب الأخ سعدنا في المكالمة الأخيرة في إنجيل يحنى أصحى أربعتاشر آية ستة وأنا بشكره لأنه فكرنا بيها يحنى أربعتاشر آية ستة قال المسيح أنا هو طريق قال كده؟ لا أنا هو الطريق وإحنا جايين لحضرتك هنا في الاستوديو لقينا مش عارف هايوي اسمه مش عارف فورو سيفن فورو سيفن مأفول فقال لا فيه سكتين ولو سكة دي مش عقباك روح سكة تالتة تدفع فلوس وتوصل بسرعة إيه ده؟ يعني ممكن عن طريق كذا طريق توصلنا لا 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 تقولش هم لكن المصالحة مع الآب ليس أحد يأتي إلى الآب إلا به إنه المصدر الوحيد للمصالحة مع الآب بنعمل مكالمة في العاد القديم مع أيوب ما لك زعلان ليه؟ قال إيه آخي حاسس ربنا مخصمني قلت استاهل وأنا استاهل كمان ما إحنا إحنا اللي خصمنا ربنا مش ربنا اللي مخصمنا طيب أنت عايز إيه يا أيوب؟ قال ما عندكش مصالح شكله إيه المصالح اللي أنت بتدور عليه؟ قال يضع يديه يديه على كلينا آه يعني أنت عايز واحد أيوب لما يفرد إيدي كده يحط إيد على الله والإيد التانية عليك أنت هو ده طيب أنا أجيب لك من فين؟ أجيب لك من فين؟ ده الشخص اللي أنت بتقول عنه ده لازم يكون الله بنسبة 100% وإنسان بنسبة 100% مين ده؟ يسو المسيح في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله وبعدين يقول والكلمة صار جسد تمسوسه الأولى 2 آية 5 يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح الوقت تضيق لكن لو يعوزنا الوقت عشان نجيب أمثلة إزاي المسيح الله بنسبة 100% وإنسان بنسبة 100% هو المصالح وخلينا نيجي لآخر رقم اللي هو 15 يعني 6, 8, 10, 10 11, 14, 15 6, 8, 10, 10 11, 14, 15 رقم سهل جدا جدا في نجيل حناصة 15 قال الرب يسوع أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام وفي آية 5 قال أنا الكرمة وأنتم الأخصان هنا هو كان يتكلم عن الصمر المسيح المصدر الوحيد للصمر أكون غصن في المسيح أجيب صمر أكون غصن في شجرة من شجرات العالم أجيب المرار وأجيب الحنطر ما لك يا يوسف قول يا يعقوب كده عن يوسف في تكوين 49 قال يوسف مش غصن شجرة مسمر لا يوسف غصن شجرة مسمر ليه أنت مسمر ليه أنت حلو كده قال يا جماعة السبب مش فيه أنا غصن في شجرة مسمر يوسف غصن شجرة مسمر غصن شجرة مسمر على عين أخصان قد ارتفعت فوق حائط مررته ورمته واتهدته أرباب السهاب ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد دي المصدر الوحيد للثور طب خليني يعني في الختام أخ باسم يعني أنت ابتديت من يحنى ستة من أنا هو خبز الحياة إلى أنا هو الكرمة وأنتم الأخصان شو الرسالة اللي عاوزة توصلها للمشاهد من خلال كل هذه الأقوال اللي قالها الرب يسوع الرسالة اللي بحب أقولها أن المسيح مصدر لكل شيء مبارك في حياتنا من غيره مش ممكن تتمتع بأي شيء من الأشياء السبعة فهو المصدر الوحيد للشبع والاكتفاء المصدر الوحيد للنور المصدر الوحيد للخلاص المصدر الوحيد للبزل والعطاء المصدر الوحيد للقيامة والحياة المصدر الوحيد للمصالحة مع الآب كان الله في المسيح مصالح عن العالم لنفسه ثم المصدر الوحيد للصمر هو ولما تعامل مع الأعمى في يحنى 9 سألوا من هو لأؤمن به قال له الذي يتكلم معك هو على طول فهمه يعني أنه عم يتكلم على شيء موجود في العهد القديم لكن بعبر فيه عن نفسه صحيح ما إحنا ذكرنا في البداية أن الرب يسوء قال أنا هو مرات عديدة جداً لكن إحنا جبنا السبعة بتوء إنجيل يوحنى اللي الرب بعد ما قال أنا هو أضاف إلى كلمة أنا هو شيء حرفي يعطينا معنا روحي فقال أنا هو كثيراً لما جم يقبضوا عليه في البستان من تطلبون اليسوع النصري أنا هو وقعوا على الأرض فقال أنا هو كثيراً لكن دول السبعة اللي الرب أضاف شيء رمزي يعطينا معنا روحي طبعاً الجمهور مثل ما لاحظت من كل مكان يشاهدونها حالياً بأستراليا يشاهدونها عن طريق الأونلاين عن طريق الفيسبوك لايف يشاهدونها طبعاً عن طريق القناة الفضائية قناة الحياة فيه يعني جمهور كبير من المشاهدين والأغلبية الصاحقة مسلمين وكثير مسيحيين اللي ما بيعرفوا شمالهم أو من يمينهم شو الرسالة اللي احنا محتاجين نوصلها من خلال كلمات المسيح أنا هو الرسالة لو أنت بتدور على الشبع والاكتفاء تعال للمسيح قل له حاولت أشبع حاولت أبقى عندي اكتفاء حاولت أشبع بالخطية ما نفعش حاولت أشبع حتى بعطياك حتى بزوجة حتى بأولاد حتى بعربية حتى ببيت حتى بشغل كويس بس أنا مش شبعان قل له أنا بجيلك النهاردة عشان تكون أنت شبعي أقول له أني أنا حاسس أني حياتي فيها ظلمة قلبي مظلم أنا النهاردة بجيلك علشان تنور حياتي أنا النهاردة عايز أحصل على الخلاص حاولت أحصل على الخلاص عن طريق أمور كثيرة ما نفعش والنهاردة سمعت وأنا مصدق كلامك أنك أنت المدخل أو المصدر للخلاص وأشكرك لأنك زبحت من أجلي على الصليب وأنا بقبل موتك أنا ميت زي العازر خلينا نطبق الكلام عمليا كلام مش آيات تحفظ أنا ميت وعامل زي العازر أنت أنت في قبر الخطية نادي علي وقول لي لعازر حلومة خارجا عايز الصالح مع الآب والذي صالح مع الآب هو أنت الوسيط الوحيد وعايز أبقى موسمر فلو سمحت أنا تقبل أني أنا أكون غصن فيك بكل الصرور الرب يقبل يعني خلينا نطبق الكلام خلينا نسمع ونطبق في حياتنا ونتجاوب مع المسيح في صلاة سواء حاليا أو بعد من المرنامج يخلص حاليا إذا أمكن يعني تقود بصلاة أخباسا أمين أمين تفضل قل له معايا يا رب يسوع يا رب يسوع أنا بشكرك أنا بشكرك لأنك مصدر لكل أمر صالح في حياتنا لأنك مصدر كل شيء صالح في حياتنا وأنا النهاردة يا رب راجع ليك بتوبة حقيقية وأنا النهاردة راجع ليك بتوبة حقيقية عشان تكون أنت الشبع الحقيقي يا رب عشان تكون أنت الشبع الحقيقي يا رب عشان أستطيع أن أدوس خرنوب الخنزير حياتي مظلمة يا رب وأنا بدعوك عشان تنور حياتي يا رب عايز أدخل من خلالك لنعمة الخلاص عايز أدخل من خلالك لنعمة الخلاص الدين الخلاص المجاني الدين الخلاص المجاني بشكرك يا رب لأنك ذبحت من أجلي على الصليب لأنك ذبحت من أجل على الصليب كنت الراعي الوحيد ونت الراعي الوحيد اللي بذل نفسه من أجل الخراف يا رب يسوع من خلالك أنا بتصالح الآن مع الآب ومن خلالك يا رب تديني القيامة والحياة أشتاق يا رب أن أكون غصن مصمر أن أكون غصن مصمر اقبلني كغصن فيك أنت الكرمة الحقيقية اللهم ارحمني أنا الخاطئ اغسلني بدم الصليب آمين دكتور باسم شكرا كتير لإلك ربنا يباركك وإن شاء الله بتزورنا في مرات قادمة أحبائي يمكن طلبت وصليت الصلاة بكل بساطة تأكد أنه إلى نحي موجود يسمع يستجيب يتواصل يتفاعل مع احتياجاتك إن كنت صليت مع الأخ باسم منحب نسمع منك تواصل معنا فيك تتواصل في كل الوسائل الموجودة أمامك فيك تتصل فيك تفوت على السايت فيك تفوت على الفيسبوك فيك تكتب بأي شكل لكن نحب نسمع منك ويمكن الشخص الرافض عاوز أقول لك شيء اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم هل في أي نبي هل في أي شخص في هذا الوجود استطاع أن يقول أنا هو ونفذ الكلمات قال يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة فتعال إلى يسوع من خلال يسوع حتى تحصل على الحياة الأبدية الرب باركك وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر